من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي مبارك العاتي خلال مداخلة مرئية في البرنامج الخاص إن قناة الجزيرة القطرية لا تزال تواصل أساليبها التأزيمية للشأن العربي رغم الأجواء الإيجابية لقمة العلا بالفعل وبالشكل مؤلم لا تزال شبكة الجزيرة تواصل أساليبها التأزيمية حقيقة للشأن العربي كافة دون استثناء رغم الأجواء الإيجابية التي أوجدتها قمة العلا إلا أن شبكة الجزيرة لا تزال تواصل أساليب التحشيد والتأزيم والتأجيج لأشعون العربية كافة ولعل ما أشرت له حضرتك عن أنها أوجدت هذه الأزمة التي من خلالها تصريحات الوزير اللبناني المأزوم جورج قرداحي بكل تأكيد أنها أوضحت حقيقة هذا الوزير لكنها بالفعل كمن احتفل بوجود أزمة عربية ليعود الأشقاء في قطر ليمارسوا دور الوساطة التي أعلنوها وإرسال وزير الخارجي قطري ليبدأ عملية الوساطة ترجمة نانسي قنقر